اشتركوا في القناة الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على نعمة العلم وطلب العلم اللهم ازكِّ نفوسنا بالعلم وبطلب العلم اللهم ارزقنا نور العلم اللهم ارزقنا نور كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن لكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لنور خاص لا يتحصل عليه إلا الطالب الصادق المتأدب بين يدي ربه جل جلاله لذلك وجه القلوب وأحضر القلوب قبل حضور الأبنان في كل مجلس نتذكر المقاصد والآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يجلس فيها فنحن ويرحبة في الله ليتو الأخوات الكريمات نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه وأفعاله وسننه صلى الله عليه وسلم أنوار لا يعلمها إلا الله ولا تحرم نفسك من هذه الأنوار واسأل من الله جل جلاله أن يرزقك حقيقتها وأن يبلغك مرادها وأن يرزقك تطبيقها وتبليغها بعد هذا المجلس إنه ولي ذلك والقادر عليه ما زلنا في المقصد الثالث العبادات كتاب الطهارة الوضوء الحديث الثاني عشر باب السواك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين باب السواك عن أبي هرارت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تغمرها وتحفها الرحمة لذلك في كثير من الأحيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت من باب الرحمة على الأمة حتى لا تفرض عليه معمال ومنها على سبيل المثال تركه اجتماع الناس لصلاة الترويح تركه اجتماع الناس لصلاة الترويح لما ذلك يا رسول الله قال خوفه أن تفرض صلاة الترويح على الأمة وغير ذلك من الأمور التي كان يتوقف عنها صلى الله عليه وسلم يسكت عنها صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تفرض على الأمة ومن ذلك الأمر بالسواك يعني لو لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يفرض الصواك على الأمة لا أمر الصحابة بالسواك عند كل صلاة يعني ما يحبه نحن لازم نفهم الحديث أن السواك عند كل صلاة ما أمور به ومراد السواك ومقصد السواك شوه نظافة والطهارة وعدم وجود الرائحة المؤذية لذلك يحل مكان السواك فرشات الأسنام تنظيف الأسنام أو تعطير البدم وقص على ذلك لكن أعلى مراتب السنة أن تطبق السنة بكاملها وهي السواك والمراد به استخدام الأعواد التي تأخذ من شجر الأراك فهذا الشجر النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نستخدم الأعواد فيه لتنظيف الأسنان وفيه ما فيه من فوائد يضيق الوقت بذكرها لكن كل ما يؤدي غرض السواك لتنظيف الأسنان وذهاب الرائحة فهو يتم به أصل السنة لذلك يعني يفهم من الحديث أن وجود الرائحة في الفم للمصلي شو حكم جائز ولا مكروه من هي عنها ليش لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم ولأن الملائكة كما ورد في بعض الروايات تتلقى القرآن من أفواه المؤمنين تتلقى القرآن من أفواه المؤمنين فما بالك هذا الفم الذي يعني لم ينظف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية تنظيف الفم والأسنان قال لولا خوف على الأمة من أن تفرض عليهم سنة السواك لطلبت منهم أن يتسوكوا عند كل صلاة وسنة السواك كما نعلم يلحبة في الله في الصلاة أو عند الصلاة من أعظمها من أعظم الأماكن التي تستخدم فيها السواك هي الصلاة ولكنها عند كل لقاء وعند كل اجتماع وبعد كل طعام وقبل كل منام وبعد كل استيقاظ وعند دخول بيت وعند لقيا حبيب وغير ذلك من الأماكن التي سنى النبي صلى الله عليه وسلم لأنا فيها السواك وهي كلها تدور حول تلك اللباقة والأناقة والنظافة التي أمر بها وجاء بها شوعنا الحنيف باب المسح على العمامة والخفين عن عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته العمامة من السنن التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سنن العادات التي إذا نوى المرء التشبُّه فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر وهي متروكة عند كثير من الناس اليوم والعمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لها هيئة معينة وعمامة النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في أكثر من حديث ورواية أنه كان يعتجرها اعتجاراً والاعتجار هي ما يلف على الرأس هذا اسمه الاعتجار وكان من صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لها ذُؤابتان والذُؤابة هي الذيل الذي يكون بين الكتفين فكان لعمامة النبي صلى الله عليه وسلم ذُؤابتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلفُّ بها حنكه ويقنِّع بها وجهه أحياناً في السفر لأنه في سفر الصحراء فالرمال والغبار أحياناً تضايق الإنسان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الذُؤابة ويفتحها ويقنِّع بها وجهه فلا يبقى إلا عينيه وكانت عمامة العرب فيما سبق كانت تُغطي أغلب الرأس أو جميع الرأس وكان لفُّها اعتجاراً شديد فكان نزعُها فيه حرج يعني مش مثل الغطرة مثلاً الغطرة بتعملها كبيرت بعد تمسح رأسك وخلصوا مضوع القلون سواء عمنا الطائي يلوس الطائي خلصت أما علف العمامة كان يحتاج لوقت ويحتاج لجهد وفكُّها وربطُّها من جديد يعني فيه مشقة لذلك من الرخص التي جاء بها شرعنا الحنيف هي رخصة المسح على العمامة وقال الجمهور الفقهاء من السادة الأحناف والملكية وشفعية وذبنا الشفعية يقول بذلك أن المسح على العمامة يكون بشرط أن يكون في فكها مشقة وتعب أما لو كان نزعُها سهل أو أن تكون كذلك مغطية لجميع الرأس وأغلب الرأس أما لو كان قسمٌ من الرأس الظاهر ونزعُها سهل ليس فيه مشقة فلا يصح المسح على العمامة فإذن هي رخصة بشرط وجود المشقة مع عدم وجود المشقة لا تستطيع أن تمسحها العمامة الذين قالوا بجواز المسح عليها ولو بغير وجود مشقة هم فقط السادة الحنابرة على قول عندهم في المذهب فإذن العمامة هي التي تُعتجر وتلفُّ بالرأس يجوز المسح عليها إذا لُبِست على وضوء مثل خفين حكمها كحكم الخفين ويمسح عليها ولو لم يمسح على شيء من الرأس طيب إذا مسحت على شيء من الرأس يجوز لك أن تُكمل المسح على سائر العمامة لأنه عند السادة الشفعية البعض من الرأس يكفي صحيح؟ وامسحوا برؤوسكم قالوا أن الباء للطبعيد فبعض الرأس يكفي بالمسح فإذا مسحت البعض ثم أكملت المسح على العمامة جازاً لك ذلك لكنك قمت بالواجب بالفرض وهو مسح البعض فجمعه الشيخ مع الخفين لاتحاد شرط لبسهما على طهارة يقول عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وقال جاب الحديث نغري بعده وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته استدل الجمهور بهذه الرواية وقالوا أن المسح على العمامة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبسها على طهارة وكانت قد غطت كل رأسه وكان في فكها مشقة باب هل يتوضأ من مس الذكر عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ نواقد الوضوء كما تذكرون ذكرناها فيما سبق عديدة من هذه النواقد مس العورة ومس العورة كما قال الفقهاء ينقض الوضوء إذا كان بغير حائل والحائل هو الفاصل فالثوب فاصل فمن مس العورة بثوب أو فوق الثوب فلا ينتقد وضوءه عند السادة الشافعية وغيرهم انتقاض الوضوء يكون بمباشرة مس العورة والشرط الثاني أن يكون ذلك بباطن الكف وما هو باطن الكف؟ إذا وضعت الكف على الكف فكل ما اختفى اسمه باطن وكل ما ظهر اسمه ظاهر فالباطن هو عندما تجمع الكف على الكف فما خفي منه اسمه باطن وما ظهر منه اسمه ظاهر فإذا مسست العورة بظاهر الكف ولو بغير حائل لا ينتقد الوضوء وإذا مسست العورة بباطن الكف بغير حائل ينتقد الوضوء ومن العورة الفرج والفرج يطلق على القبل وعلى الدبر فالقبل عورة والدبر عورة ومسه بباطن الكف بغير حائل ينقض الوضوء باب الوضوء من النوم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ بير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبب نقض الوضوء للنائم لأنه قد يسأل سائل لما ينتقد وضوء النائم أنا إذا نمت ليش بروح وضوئي فقال صلى الله عليه وسلم وكاء السهي والسه حلقة الدبر فحلقة الدبر إذا نامت العين سهل خروج الريح منها بغير إحساس وإذا لم تنم العينين وبقي المرء مستيقظا فيدرك ويشعر إذا خرج منه الريح فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا سبب انتقاض وضوء النائم يقول عليه الصلاة والسلام وكاء السهي العينين الوكاء لو جبنا الآن مثل جرة أو شأف الجلد ناكيس خبز فأنت بتورطو هاي الربطة لأسمه ربطة الخبز هذا اسمه الوكاء فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا أن الإنسان إذا نام إن فلت الوكاء فتح الوكاء فسهل خروج الريح منه وقلنا فيما سبق أن النائم الذي ينتقد وضوءه بالنوم هو النائم الذي ليس شو؟ إحسانتي حاج وإن شاء الله عنك بركز الحاج ليس بجالس أي جلسة جلوس المتمكن أيوة أما إذا كان جلوسه غير متمكن فنومه ينقض الوضوء إذا كان مثلا متكئ متسطح مهد على إيد آخذ كوع زي ما بقوله بالعمية فهذا ينتقد وضوءه أما الذي جلس جلسة متمكن يعني جلست مقعدته على الأرض فهذا نومه لا ينقض الوضوء والله تعالى أنهينا بذلك باب الفصل الوضوء فصل الثالث نشرعه الآن بإذن الله تعالى بالفصل الرابعي وهو الغسر نعم الشيخ نحن نتعلمنا أنه إذا واحد قعد جلسة متمكن ما بيتقض وضوءه نيم في أحد المذاهب أو أحد الأشخاص علماء كان جلس أحد الأشخاص فانتقد وضوءه هو قعد هالجلسة فستدل أنه إذا واحد نام انتقد وضوءه خرج منه ريح لا هذا الحديث هو أعظم يعني ما يبينه أن المقصود هو عدم خروج الريح فإذا تأكد الإنسان أن الريح قد خرج منه لأنه هو الأصل الأصل يعني انتقاض الوضوء من خروج الريح هذا أصل بعدين الاستثناء بيجي النوم وجعل له علة فلا يذهب بالأصل بناء على الاستثناء أبدا وهذا عند المقصود مذهب يعني لا مذهب لا رأي يقول أنه من أخرج ريحا وهو متيقن بصوت أو رائحة وكان جالسا فلا ينتقد وضوءه أبدا نعم الفصل الرابع الغسل قال تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا بَابْ الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسْ طيب أولا الغسل أي الحبة في الله على نوعين الغسل المسنون والغسل الفرد والغسل المسنون كغسل الجمعة وغسل العيدين وغسل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وغسل الدخول إلى مكة وغسل الإحرام وغسل غسل غسل الميت ليس غسل الميت غسل الميت واجب إنما غسل من غسل الميت وغسل الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وغسل عند كل اجتماع لأن كما قلنا الأصل في المسلم أن يكون لبقا نظيفا طاهرا متعطرا من الجمال الذي أمر به المسلم كثرة الوضوء والغسل أما غسل الفرد فمثل شو مثل غسل الجنابة للرجال والنساء وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل الولادة وغسل الميت هذا كلها من الأغسال المفروضة قال الله تعالى وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَاتْطَأْهَرُوا عم نتكلم الآن عن رفع الحدث الأكبر كيف الحدث الأكبر بيرتفع بالغسل شوه الحدث الأكبر شو مصببات الحدث الأكبر ها هات لنشوف ذكرونا الجنابة هل يشوف الجنابة أما هو الاحتلام بيعمل لغ جنابة والجماعة بيعمل جنابة وخروج المالي بيعمل جنابة كله جنابة والحيض والنفاس تمام هذا الحدث الأكبر لا المذي ما بيعمل جنابة لأن المذي نجس ولكن يرتفع الحدث بالوضوء فإذن الجنابة تكون من خروج المني بأي طريقة كانت بالاحتلام أو بالجماع أو بغير ذلك ومن الجنابة كذلك كما سيظهر معنا عند التقاء الختانين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن في ذلك خروج مني فإذن الغسل هو أحد الأمور التي بها ترفع الجنابة والجنابة هي الحدث الأكبر قال الله تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا ما المقصود بالطهارة هنا القيام بالغسل حتى يرتفع الحدث فيطهر المر فيستطيع أن يقوم بالعبادات نعم باب المسلم ولا ينجس عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب فحاد عنه مين اللي حاد عنه حذيفة يعني سيدنا حذيفة كان على جنابة أم طلع بوجه النبي عليه السلام أم رح بعد ما ويفه بوجه النبي تخبى منه فحاد عنه فراح يغتسل نعم فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنوبة قال إن المسلم لا ينجس لا بد أن نفرق بين الأحكام الشرعية وبين إطلاقها اليوم الحكم الشرعي يقول أن الذي أجنب لا يصح أن يصلي لا يصح أن يقلق قرآن لا يصح أن يمس المصحف لا يصح أن يدخل المسجد لكن هذا لا يعني أنه نجس كما ذكرنا في الأبواب السابقة فيما يتعلق بالحائض الآن المرأة إذا خرج منها الدم لأنها حائض فهذا الحائض يمنعها من الصلاة ومن الصيام ويمنعها من قراءة القرآن ويمنعها من دخول المسجد لكنها طاهرة تلمس ويسلم عليها ويؤكل من يديها ويجلس معها والأحاديث التي سمعناها كثيرا في هذا الباب كذلك المسلم سواء كان رجل أو امرأة لأنه كما سيأتي معنا الجنابة تكون للرجال وللنساء فتكون المرأة جنوبا ويكون الرجل جنوبا فإذا كان الرجل جنوب أو المرأة جنوب فهو لا ينجس فهو يستطيع أن يسلم ويستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يجلس مع الناس ولا غير ذلك لكن من السنة أن يسارع في رفع الحدث ليش السنة المسارعة في رفع الحدث لأن الإنسان دائما يتوقع الموت نزول الموت فلا يحب أن يأتي عليه الموت أن ينزل به الموت وهو على جنابة يحب أن يكون طاهرا فإذا نزل به الموت يكون على طهارة فيلقى الله جل جلاله وهو على طهارة لكن غسل الجنابة ليس على الفور إنما هو على التراخي ذلك يتساءل بعض إذا أجنبت قبل النوم بأي سبب كان فهل يجوز لي أن أنام ثم أغتسل عند صلاة الفجر أم يجب علي أن أغتسل مباشرة قبل النوم يقول له يمكنك الإغتساء قبل النوم ويمكنك أن تبقى على جنابة حتى الفجر هذا الأمر يعود لك فإذا غسل الجنابة ليس على الفور هو على التراخي إنما من باب الاستحباب ذكر ذلك العلماء حتى إذا أدرك الواحد منا الموت يكون على طهارة عند لقاء ربه جل جلاله باب إذا التقى الختانان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارث الحشف فقد وجب الغسل البعض يظن أن الغسل يجب من نزول المني فقط فالسؤال هل يجب الغسل على الرجل أو المرأة بحالة من الأحوال إذا لم ينزل المني؟ نعم إذا حصل أصل الجماع ولو مره ولو لم ينزل المني فيجب الغسل وهذا هو الدليل قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان والختان يسمى الختان وهو المكان الذي يطهر به الولد فعندما يولد الولد أقول لك بدنا نطهره بدنا نطبق سنة الختان ما هي سنة الختان؟ هي قطع قطعة من الجلد زائدة في فرج الصبي الولد الصغير هذا اسمه ختان فإذا التقى هذا المكان مع الختان المكان الذي كذلك في بعض البلاد كذلك تختن البنت الصغيرة المولودة تختن وهذا حسب البلاد فإذا التقى الختان يعني الحديث المراد منه ولو لم ينزل الماء يجب الغسل نعم باب إذا احتلمت المرأة عن أنس المالك رضي الله عنه وأنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم يا أم يا أم سليم فضحت فضحت النساء فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك هذا حديث عجيب جميل هذا رواية مسلم سبحان الله كنت عن بقى هذه الروايات في الرواية البخاري ذلك فيها تفصيل أكثر في أكثر من رواية في هذا الباب وأم سليم من الصحابيات الجريئات التي لم يمنعها حياؤها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام دينها وأن أحكام الطهارة فيروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حادثة مجيء أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسها عنده وقولها له وعائشة رضي الله تعالى عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكبن قوسين كثير من الصحابة والصحابيات كانوا يحبون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الهدايا له في وقت مكوثه عند عائشة لعلمهم بحبها بحبه لها ولعلمهم بفرحه صلى الله عليه وسلم بمكوثه عندها فكانوا يتحرون قدر المستطاع أن يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة رضي الله عنها فقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام ما مقصود السؤال تقول أم سليم رضي الله عنها أن الرجل يرى أنه يجامع في المنام فهل ترى المرأة في المنام أنها تجامع وهل تجد ما يجد الرجل وهل ترى ما يرى الرجل من نزول الماء فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه إذا احتلم الشاب فيرى إذا استيقظ من النوم طبعاً الاحترام على أنواع إما أن يذكر ما رأى وأن يرى الماء وإما أن يذكر ما رأى ولا يرى الماء وإما أن يرى الماء ولا يذكر ما رأى هذه الحالات الثلاثة وهي الحالات نفسها عند المرأة فقد تذكر شيئاً ولا ترى ماء وقد لا تذكر شيئاً ولا ترى ماء وقد لا تذكر شيئاً وترى ماء فسألت أم سليم كانت كبيرة وعندها أولاد وعندها أحفاد فتعلموا من أبنائها وأولادها وأحفادها وتسمعوا منهم ما يعني يحصلوا مع الشاب ومع الرجل فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتسأل فقالت لها عائشة رضي الله عنها يا أم سليم فضحت النساء شو السؤال اللي عم تسألين النبي عليه السلام فضحت النساء فقالت لها تريبة يمينك شو يعني تريبة يمينك شو يعني طيب لا معنى عند العرب كانوا يقولون للرجل إذا افتقر يعني صار فقيرا تريبة يمينه يعني معاش في معه شي صار إذا عطراب يعني كيف كيف ربنا تعالى قال شو شو أي أو مسكينا ذا متربة يعني صار عطراب يعني بالعامية مجنط يعني خلاص راح الدلاب معه راح كل شي صار على الجنط فلذلك كان العرب يقولون للرجل إذا افتقر تريبة يمينه معاش معه شي بس معهم معاش معه غير اعتراب بمدئد بطلع اعتراب بس فكانوا يداعبون بعضهم ويمازحون بعضهم البعض بهذا الدعاء لكنهم لا يقصدون الظاهر منه يعني قالت عائشة لأم سليم رضي الله عنهما تربت يمينك ليس مقصود عائشة أن تدعو على أم سليم إن شاء الله بتصير فئيرة يعني لا إنما هو من باب المداعبة ويقاص على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم شو كمان ها فكلتك أمك فكلتك أمك الأم الثكلة من هي الثكلة هي التي فقدت ولدها أو أعز أبنائها فهل يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء أن يدعو عليه بالموت لا إنما يريد أن يداعبه أن يمزحه وهذا من الكلام الذي لا يراد منه الظاهر ويراد منه شيء آخر لهو المداعبة والممازحة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لأم سليم تريبت يمينك تمازحها فقال لعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها بل أنت فتريبت يمينك يعني ليش عم بتردها تركيها ما بأسر تسأل وإن كان ظاهر السؤال فيه حياء ولكن الحقيقة أن المرأة التي تسأل عن هذه الأمور وتعلم النساء في خير فجرؤتها لفعتها للتعلم ولتعليم من بعدها من النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الدعاء لعائشة ممازحا لها كذلك فقال بل أنت فتريبت يمينك نعم أي يؤكد على سؤال أم سليم فيقول لها نعم ترى المرأة من نفسها ما يرى الرجل في رواية البخاري وهذه الفائدة مهمة يا أخواني في الله وسبحان الله الآن في دراسات في دراسات وبنصحكم ترجعوا تقرأوا في دراسات علمية عجيبة طويلة عريضة إن صح التعبير في هذا الحديث في رواية البخاري شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سليم فبما يكون الشباه شو يعني فبما يكون الشباه يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على وجود ماء المني عند المرأة ثم يقول بما يكون الشباه أي الولد هو عبارة عن اختلاط ماء الرجل مع ماء المرأة الدراسات العلمية الحديثة الآن بتقول غالبا يكون الشبه يميل للأم إذا غلب الحديث بقول إذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد يشبه أخواله وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد يشبه أعمامه هات لنشوف شو يعني هذا الحديث شو يعني إذا على قال العلماء إذا إذا سبق إذا سبق أي إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ماء المرأة أي عند الجماعة فيكون الرجل يشبه أعمامه وهذا مؤكد بالأمور العلمية اليوم اليوم مباحث علمية كبيرة في جامعات غربية غير إسلامية تؤكد أن الولد شبهه ينبني على سبق ماء الرجل والمرأة صلى الله عليه وعليك يا رسول الله في سؤال أم سليم كان هذا العلم كله في هذا السؤال كان هذا العلم الرائع قال بل أنت فتربت يمينك نعم بروية البخاري فبما الشبه إذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد يشبه أخواله وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد يشبه أعمامه أو كما قال عليه السلام ثم قال يا أم سليم إذا رأت ذاك طبعا هنا مسألة مهمة بهذا القسم الأخير قال عليه الصلاة والسلام إذا رأت ذاك يسأل أحيانا بعض الشباب أو بعض النساء فيقول أنا رأيت في الرؤية يعني أني أجامع فبعد الاستيقاظ ما رأيت شيئا وأحيانا يقول لك أني شعرت شعرت بلذة ولكني ما رأيت شيئا فما الحكم قال يا أم سليم إذا رأت ذاك يعني تغتسل إذا رأى شيئا أو إذا رأت شيئا فإذا حتى أحيانا يسأل البعض أنه حتى في اليقظة يشعر بانتقال المني من مكان إلى مكان يشعر بانتقاله من عضو إلى عضو داخل البدن لكنه لا يرى شيئا فالحكم بخروج المني ولو شعرت بالانتقال ولو شعرت بلذة ولكنك لم ترى خروج الماء سواء على صعيد الرجل أو المرأة فلا يكون الغسل وطبعا ماء الرجل يختلف عن ماء المرأة ماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق ورائحتهما واحدة رائحتهما كالطلع طلع النخل أو كالعجين والفرق بينهما معروف وبينه أهل العلم والرابط في ذلك كله إذا رؤي ذلك أما كل ما يشعر به الإنسان إذا لم يرى ذلك فلا غسل عليه والله تعالى أعلم نعم إذا يبسه إذا جفه وشم الرائحة فعليه الغسل لأن الرائحة من علامات وجود عين الشيء والله تعالى أعلم نعم باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله هذا الحديث أصل في باب صفة الغسل هو واب حديث آخر أو حديثين وفي هذا الحديث كذلك تروي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وزي ما خبرتكم أبل أن أغلب الأمور المتعلقة بداخل البيت من اللي كان يرويها نساء النبي عليه وسلم وبالذات أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه أعمال الغسل أيها حبة في الله على قسمين أعمال مسنونة وأعمال مفروضة باتفاق جمهور الفقهاء من السادة الأحناف والملكية والشافعية والحنابلة أن الواجب والفرض في الغسل المفروض هو على أمرين الأمر الأول النية والأمر الثاني وصول الماء إلى كامل البدن هذا عند جمهور الفقهاء عند المذاهب الأربعة الفرض بالغسل الواجب النية اثنين وصول الماء إلى كامل البدن طيب ما هي الأعمال المسنونة؟ الأعمال المسنونة تبينها أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث فتقول كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أو من غير الجنابة يعني لغسل واجب بدأ فغسل يديه فإذا غسل اليدين يكون وين؟ خارج الإناء ليش؟ ذكرنا فيما سبق لأنه ممكن لإيد يكون عليها شو؟ نجاسة فإذا أدخلتها داخل الإناء فوردت النجاسة على الماء فتنجست الماء كيف تغسل فيه جسمك؟ فبكل غسل خارج الإناء قال ثم يتوضى هون بدي أمر الأشياء اللي مش مذكورة بهذا الحديث بحديث أخرى ثم يغسل فرجه لأن الفرج قد يكون عليه ما يعني ينجس أو غير النجس لأن المني كما هو عند السادة الشفعية وغيرهم حكمه أنه طاهر يجب الغسل منه لكنه طاهر لكنه قد يكون مع المني مذي لذلك قبل غسل الجنابة لابد من غسل اليدين وبعد غسل اليدين غسل الفرج وما حول الفرج للرجل ولمرأة ثم قال فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة دسنا ما بلشنا غسل غسل يدين غسل الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة طيب في عنا بعض الروايات بتقول إلا الأقدام طيب الأقدام ما غسلها أو يغسلها متى يغسل؟ قال علماء على حسب المكان الذي يقف فيه إذا كان يقف في مكان الماء فيه تغمر القدمين والماء متسخ فإذا غس الأقدام حي رجعها على الأرض هي زاتة فيبقي الأقدام لآخر الغسل أما إذا كانت الأرض جافة أو لا تغمرها المياه فيغسل قدمين إذن يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا ثم قالت يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره فبيبدأ بأصول الشعر ويجب على من يغسل غسل الجنابة أن يوصل الماء إلى أصول الشعر فإذا كان شعر طويل وشادد الشعر أو مجدل الشعر أو رابط الشعر ولا يصل الشعر إلى الأصول مثل حاطة الجل ملبد تلبيد فلا يصل الماء إلى الأصول فهذا الغسل لا يصح لأن أصل الشعرة لم يصله الماء وهكذا نقول لمن؟ للنساء التي تتخذ الضفائر الضفائر شو هي؟ مش الضفير باللغة العربية الضفيرة هي الجدول يعني إذا جدلت المرأة شعرها هذا اسمه ضفيرة فالضفائر على نوعين إما ضفيرة غير مشدودة إذا وضعت المرأة الماء يصل الماء إلى أصول الشعر وإما ضفيرة مشدودة فلا يصل الماء إلى الأصول فعندها يجب أن تفكها ولو قليلاً حتى يصل الماء إلى أصل الشعر فإذا وصول الماء إلى أصول الشعر أصول الرأس هذا من الواجبات في غسل الجنابة وإلا لما صحى الغسل فإذا رأم واحد شو؟ غسل يدينا اتنين غسل الفرج ثلاثة الوضوء أربعة إيصال الماء إلى أصول الشعر بعدين قال ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله كيف التفصيل كذلك بباب السنن قال أن يبدأ بشقه الأيمن فيفيض الماء على شقه الأيمن ثم يبدأ بشقه الأيصر ثم يختم بشقه الأيصر ويبدأ غسله بالتسمية كما يبدأ وضوءه بالتسمية مين بيعدل هنا على السريع أول شيء؟ تسمية غسل يدي غسل الفرج الوضوء غسل الشعر غسل الشق الأيمن غسل الشق الأيصر من طبق هذه السنن فقد أتم غسل الجنابة بالسنة والفرض فيه كيف؟ النية وتعميم الماء على كامل البدن بسم الله يلا إحنا حديثين وميأخذ أسألة إن شاء الله لابدوا سؤال يتذكروا بش نعم باب الغسل كل سبعة أيام عن أبي هرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده هل هذا الحديث يدل ألا أن المسلم لا يغتسل إلا كل سبعة أيام؟ طيب شو المقصود تحديده بالسبعة؟ يعني الغالب الغالب على الناس أنها إذا لم تغتسل لسبعة أيام وكانت لا تتحرق أصلا ولا تعرق أنها يبدأ خروج الرائحة النتنة منها الكريهة منها لكن هذا لا يعني أن المرأة إذا خرجت منه الرائحة لا يغتسل بل يجب على المسلم أن يغتسل غسلا واجبا إذا كانت رائحته تؤذي لأن أذية المسلم حرام وإذهاب الأذية واجبة فإذا كان الغسل هو سبب إذهاب الأذية من رائحة تؤذي الغير فصار الغسل واجبا وقد يجب الغسل في اليوم الواحد سبع مرات على أقصى تقدير يعني ليس المقصود يقول سبعة أيام بس على المقصود الرائحة من الناس من يعلم من نفسه أنه زلمي عري زلمي إذ رعت منه رائحة يعني سلامتك فلذلك هذا يجب عليه ويمكن الصباح والظهر والمساء وقس على ذلك هذا يستعيبا هذا خلق الله هذا خلقه هذا خلقه الله هذا يستعيبا بالإنسان لكن عيب العيوب أعظم عيب أن يعلم المرء من نفسه رائحة كريهة ويأتي لي المسجد ويأتي لي وصلي يعني سبحان الله بعضي لا أذكر لم يحكي له للشاب من يومين بعضي أذكر بالحجب هذه السنة كنت آخر يوم بالمسجد النبوي وآخر صلاة شو رايح أنا وعايش هيك الجو ويا الله وآخر صلاة بدي صلي عند النبي عليه السلام ومبسوط يعني بدي صلي صلاة مروحني قام صلى بجانبي واحد من إحدى الجنسيات بدون ما أسمي من هي ويا وعينك على أولي المصار وما تشوف إلا النور يا شيخ وكان مبتلى هذا بعادة هو واقف يعمل هيك كمان صدقا يا أخوين أفتيت لنفسي يعني أني أتقدم بالصف وما تتحمل فاتقدمتك تطب بين الصف الأول والثاني بس حتى حس أني ودعت المسجد النبوي مضبوط بعدين فضل الله جلست معه وكلمت وطبعا حتى ما إجرح وطوله أنا متأكد أنت مش حاسس أنت مش عارف أنت مش شامم أنت ما شكل لك مكورن ورايحة مع حاجة الشام بس يا أخي الله أرضو عليك يعني ما بصيح والله العظيم وصدقا دخت 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 في الصلاة يعني مؤثر تأطير أصنص يعني كيف هيك فطبعا تقبل جزا الله خير وشكرني عن نصيحة بطل له بعض ما رأت علي الصلاة فالعبرة يا أخوالي في الله أنه الإنسان الله يكره بكم دائما بردد الأمر لأني يعني لا أحب الشاب المسلم إلا أن يكون في أجمل هيبة وهيئة وطلة بهية خاصة عند دخوله للمسجد حتى في حياته أنا فيش معنى وقت نفصل كتير والأضرب من ذلك ما تسمعه من مصائب في البيوت في البيوت صاحب نجاي بتياب الشغل بده يأكل ويسهر ويععد وبتياب الشغل والمرأة الذي تلبس وتغتسل وتتطيب وتطهر وتحط رائحة وهو مش مستعد نفس أعزكم الله البروتيل اللي بيشتغل فيها إذا تدل فيها بالبيت ونفس البنطلون ونفس الكنزي ونفس العباء ليش؟ قال ابن عباس رضي الله عنه إني أحب أن تزين لها كما تتزين لي لشني يعني مش بشر المرأة لا تحب كما أنت تحب وقص على ذلك من أمور يجب أن يرعيها المسلم الحديث الأخير في هذا الباب باب حكم ضفائر المهتسبة شو لنا الضفائر يعني الشعر المجدول نعم عن أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا فأنقضه يعني باب السؤال نعم قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين كيف نفسر هذا الحديث نحن حلق من شوي قلنا أنه تنقض هؤلنا لا إذا كان يعني إذا كان الماء يصل إلى أصل الشعب لا إذا كان الماء يصل إلى أصل الشعب أما إذا كان الماء لا يصل إلى أصل الشعب فيجب نقضى الشعب والله تعالى أعلم نبدأ الأسبوع القادم في الفصل الأخير من باب العبادات وهو التيمم لنبدأ بعده إن شاء الله بالكتاب الثاني وهو الأذان وما وقيت الصلاة وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا